السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبادي إزهير في حلقة جديدة من سيفر أرت ماينرز لتنحاب أشكركم للدعم اللي قاد يجي في الحلقات الماضية يطيكم ألف ألف عافية صراحة في كل الحلقة قاعد نزلها قاعد تصدموني من جد في دعمكم في لايكاتكم في كومنتكاتكم الحلوة الله يزعودكم ترى فعليا ترى أنا أقرأ كل الكومنتات فأكتبي كومنت راها قراء بإذن الله وإذا كومنت حول وكذا زيك را حط عليه قلب ونقول بس أننا نبدأ حلقتنا اليوم في أرت ماينرز آخر شي اشتغلنا في أرت ماينرز لكان المملكة هذي الجميلة لم يجب أن نلقي روح يشوفها تقريبا اشتغلنا عليها بأكثر من خطوة بدننا بالأبراج بدن السور بدن ما بدن الرئيسي بدن الأشياء اللي داخل وبالآخر أهم شي خلصنا حولو طبعا بإذن الله اليوم راح نشتغل على محل في ألس بوين راح نبني نسيه محل جديد والمحل هذا قلت لكم عليه قبل وهو محل البانارات تقريبا هذي ما سويت فيها أي شي جديد إلا أنه لازم نشتغل عليها عشان أسوي لكم بث ونحط أسامي المدسبيين فيها ويطيكم العافية كل اللي قاعدين نتسبون الله يسعدكم شكر وشكر زيلكم بإذن الله خليني بس أشوف وقت مناسب عشان أسوي البث وإن شاء الله نضبطكم ونحط أساميكم داخل هنا طيب لما نضف ذلك الجهة راح يجيني دربات كمية دربات مطبيعية لأنه زي المتشافين آخر فترة قاعد أكثر لذول الحلوين لأنه محل الفسبون قاعد قولي أنه خلص سمعت أكثر من واحد منكم يقولي عبادي محلك خلص الفسبون غير الشي هذا عندنا اللي هو الخرفان الله يسعدكم الخرفان زي ما قلنا لكم اليوم راح نفتح محل بانارات فرح نتاجل الول كمية مرة مرة هائلة فعشان كذا جمعت لي خرفان هنا وقعت أزاوجهم يعني عنديهم من قبل بس كاثرتهم أكثر وكبرت الحضيرة حقتهم أكثر حول حول الآن أنا مجهز اللي هي موارد المبنى اللي راح نسويه في منطقة المودرن بإذن الله آخر محل كان هنا في المودرن راح يكون هنا محل ثاني في المودرن بإذن الله فجهزت الأغراض يعني بشكل مرة بسيط كذا المحل مو مرة كبير وله مرة صغير يعني أظني كيف في البنرات يعني طبعا البنرات راح تكون في أرقام حروف أشكال منوعة ورح تكون في خاصية الطلب يعني مثلا أنا فتحت مثلا أنا فتحت محل خشب يجي واحد يقول عبادي أبي تصميم محل خشب أنا أحاول أني أسويه تصميم محل خشب وأحاول أعطيه البنر هذا فهمتوا علي كيف وأخذ مبلغ وقدره يعني ممكن أخذ على البنر الدزاين اللي هوي بيه أوكي إذا لقيت يعني دزاين معين اللي هوي بي أو قدرت أسوي دزاين اللي هوي بيه تقيم ممكن أخذ عشرين دامد ويكون مرة كويس أنه راح يكون دزاين خاص فيه هو ما أحد راح يستخدمه إلا هو فهمتوا عليه كيف حولو حولو حاليا أخرني أجهز الغراض هذه ونقول بسم الله طبعا زي مايتم عارفين الريبلايمود لسه ما نزل جعل فرح نضطر أنو نبني شوية معكم وذي شويية معكم atau ما يفهل Brommas عشان يطلع المقطع بسيط وحلو stars نرجع للماضي اللي كنا نبني كله في التصوير صلاطنا مرة مرة بتصر زمان فعليا قد أبني كل شي في التصوير، فعليا فعليا كل شيء أبني في التصوير على المقطع بيهن أكامل أشرح لكم من فوق لتحت اه عفوا من تحت الفوق اللي هو فوق تحت تحت الفوق انا معلله خليني انا انطلق لسبون اشوف لي منطقة كذا حلو ورهيبة ونقول بسم الله طبع لو تذكرون انا قلت لكم قبل كم حلقة انو راح نشتر على الخرايط اللي هنا اه نعدل على هذه ونشتر على حققة المودرن صراحة اه بنعطيها شوي وقت زيادة ممكن انو في مشاريع راح تصير في منطقة المودرن فممكن نعطيها فترة شوي اوكي ابيكم تذكروني ابيكم تذكروني انو نشتر على على نعدل على هذه ونشتر على اللي هي الجديدة هذه فهمتوا عليكك بان الله بعد خمس حلقات من ارتمانيز راح يكون في مشاريع في المودرن اكثر ممكن اتوقع صراحة وممكن راح اشتغل صراحة ودي اشتر عليها اللي هي بعدين بعدين في المستقبل يعني ودي اشتر على خريطة حق المنطقة الالعاب بس مو الان بعدين لان في عندي مشاريع في المنطقة الالعاب مارة رهيبة ورطانة الشكل باذن الله خلي الريبلاي مود ينزل باذن الله راح نشتر عليها طبعا 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 اكيد راح تذكر و تقول لعبادي اي اي اشتر البطولة هذي سويت و سحلت لها لا يا شباب لسه الان البطولة اه قاعد ننتظر الشباب تقريبا اوكي انا قاعد اشوف اليوم اكون فيه فاضي فيه تمام ويكونوا بعد شباب فاضين فيه عشان نجيبهم مرة وحدة كلهم ونسوي البطولة هذي ونقص منها و بالضبط يا شباب خلنا نحن ننطلق لمنطقة المودرن نقول بسم الله طبعا ما شاء الله ما دكتر مدرم بدأت تتعبى لازم تمشي فيه هنا محال هنا مدكر شرطة هذا محل هناك حقي هذا محل اظن حق سبيد والله اووو نايس رايب الحركة هذي اه هنا البرج حق شاسمو فاصوليا عندنا بعد ايوه ايش فيه هاي وش الالوان هذي اووكي ما ادي صراحة ان اش هذي لعقن ما علمنا منها اوه هناك في بعض منطات اظن حق سبيب اه وش بعد هذا حق سبيد بعد البرج البنك ومايكعد اه اوكي ما شاء الله فيه مشتر كثير قعد تصير في منطقة المودرن طيب حلو المحل صراحة ان فكرت ابنيه في هذا المكان اظن انه مكان صراحة مرة مرة رهيب في هذا المكان هنا اشوف انه صراحة مكان كويس وينفع تقريبا انه يكون محل هنا وممكن بيصير فيه محل ثاني في هذه الزاوية محل صغير زي المحل اللي راح ابنينا تقريبا اه تقريبا مقاسة المحل تقريبا تشبه هذا او مو اعرض من هذا شوي اصغر من هذا بشوي يعني هذا محل حق عادل حق اللحم يعني نسوي ضرب عليه طبعا انا راح ناخص الستاك راح خلي استاك بحب الدامد بمانه خلاف حب الدامد هو ولا ممكن اسوي عرض علي بيمنو عندي كتير كتير اما بالنسبة لللحم صراحة ان شاب راح اخلي سعر وما راح اعدل عليه انا قلت لكم راح اعدل عليه لكن صراحة ان يا شباب الطريقة حقته انه هو قعد يجيبها في فار انا قعد يجيبها في طريقة انه قعد اقتلهم بالسيف يعني مو فار مو اتوماتيكية يعني فاضل راح نخليها في حبتين دامد اللي عجب يشتري المعجوي يمديه يشتري هنا او يمديه يشتري جزر يمديه يشتري اي شي يعني شب حقي مفتوح لأي شخص حلو طيب راح نقول بسم الله راح نبدأ الآن في التصميم واول شي راح ناخذ البرون كونكريت خلنعطيه شي مساحة ما بيصراحة ان اسوي كذا مع مواساة الطريق هذا راح نرجع شي وراء كم بلوك عشان اذا حاب اضيف تصميم قدام المحل يعني راح نرجع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس بلوكات راح يكون المكان هنا مناسب او نعطيها او ثلاث بلوكات واحد اثنين ثلاثة يكون مرا مناسب طيب راح نسوي مربع ونقدر نقول مستطيل اه داعش بثمانية فارنحن راح نرجع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة اه عشر اه داعش انا قدر احاول اواسي في النص هو عندنا اه داعش بهذا الشكل وثمانية على وراء فواحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية نرس الشي نعدي هنا اه داعش بعد السريع نشبكه مع بعض هنا ثمانية هيكون عندها راح يكون بعد الارتفاع اربع بلوكات فواحد اثنين ثلاثة اربعة بهذا الشكل الارتفاع كامل راح يكون ارفع ارفع اربع بلوكات أرفع بلوكات شب أرفع رقم جديد هذا أرفع بلوكات حلو أوكي بعد ما خلصنا الخطوة اللي قلت لكم عليها الآن راح نحط الشبابيك وراح نحط الأبواب أو المدخل يقدر نقول يعني فراح نروح لجهة اليمين راح نخلي بلوكين نروح لبلوكتين نرفع لفوق بلوكتين نكسر بلوكتين ذولي نسج الطرف هذا بوم بوم ونحط بدالهم إيش اللي هو الوايت ستيند الوايت ستيند غلاس بلضبط دائما نرجيب أبعيد بالاسماء حقتهم هذه نسج الشي نعودهم مع الطرف الثاني بهذا الشكل حلو حلو طب الحين نروح للمقدمة المحل اللي هي هذه فراح نروح لواحد اثنين ثلاثة أربع بهذا الشكل نكسر بعد أربع فوقهم يا سلام هذي راح تكون بعد اللي هي ستيند ستيند غلاس غلاس اللي هو ما لا ما ام مفاضي حفver يا سيد ستيند ورح نكسر واحد اثنين ثلاثة أربعة Camp 4 الآن سنجيب الآخر الثاني الجلاس العادي فواحد اثنين واحد اثنين بهذا الشكل بعدها ستجيب الأبواب بهذاه الحكل بوم بوم بهذا الشكل الآن تقريبا صار عندنا المدخل وتقريبا president المكان صار جميل من داخله ولسه ما صار جميل طيب الخطوة اللي بعدها سجيب اطلاع أن يarteيب ثلاثل الدارس سوف نقوم بتحرية فوق هنا سيكون هنا اوق ран وعندنا الدارك اوكل عادية وعندنا القلاس هذا بضب فرنشتغل فيهم الحين على شكل مرة مرة سريع خلنجي هنا للفوق حلو حلو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست طبعا راندوم اوكي مش يرجع لك راندوم وحي كورة ارتفعت قبل بلوكتين فرنعيد واحدة ثانية واحدة ثانية يعني واحد نين ثلاثة أربعة خمسة عفو خلنحول ما نجيب اشياء زي بعض كيدا مثلا كيدا بطه احضر واحدة غريawl عيد طيب هيا رح نفعلها الورك بهذا الشكل رح نشبكها مرة الطرف بهذا الشكل حلو بنخلنسيها بشكل مرة مرة سريع اوكي بعد ما خلصنا بهذا الشكل رح ناخد الـ dark oak ونسوي مثل برواز فوق بهذا الشكل بالـ dark oak يا سلام حلو حلو بوم بوم بعدها رح نجيبINGL stairs ونحوطها من بره بالـ stairs بهذا الشكل ايواء جمنا العيد دقيقة مو كده بالعكس بهذا الشكل يأ بهذا الشكل راح نحوطها كلها مرة وحدة بعد ما نحوطها كلها مرة وحدة راح ناخذ القلاس العادي ونسكر الطبقة هذي من داخل بهذا الشكل سألنا عشان سريع عشان وريكم اشترح نسوي خطوات عشان راح نشتغل عليها هذي بسرعة فخلي بس احوط السقف في الستيرز هذي وارجع لكم بشكل مرة سريع اوكي بعد ما خلصنا هذه الخطوة البعد راح نجيب سلابس راح نسوي بهذا الشكل المكان هذا الفاضي هنا بعد ذا راح نجيب القلاس بوم 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 نسكرها بهذا الشكل صحنا عندنا مثل سقف قزازي سقف زجاجي قزازي وات شاب ذريام قد صار اخترع كلمة جديدة فعليا قد اخترع كلمة جديدة او ماي جاد اوكي خطوة بعدها يا شباب راح ناخذ دارك ستيرز وحناخذ الفنس دارك ستيرز دارك فنس اللي هو اوكي راح نحطه في هذا المكان اوكي بهذا الشكل اول شي او ماي جاد راح تعذبنا هذي واجد لانه ديقيا هنطلع بلوكة اوكي تمام اذا مرة تمام اوكي راح نحطه بهذا المكان مع بداية اللي هو الغلاس هذا اوكي هنا بهذا الشكل وراح تقريبا اللفه على كل المبنى من على الجنب الان ورا الان هنا الان سريع بس احطه بلوكة بهذا الشكل نكمل بوم 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 اللي هو هذي غلط انكسر ذي نحطه بلوكة هنا بي 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 رح ناخذ الدارك أوك فنز اوكي راح نطع على الزوايا فواحد اثنين عندنا هنا بعد واحد اثنين عندنا بعد واحد اثنين عندنا هنا بعد واحد اثنين بهذا الشكل راح يطلع معنا جي من تم شايفين اوكي حاليا راح ناخذ اللي هي smooth stone slab وراح نبدأ من هذا المكان احنا بدأ ونلف الاسلاب هذي على كل المبنى كامل احنا بس خلني وليكم المنظر روشي من قدان كيف راح يصير اذا راح نلفها انا خلف الكوليس معي حالي طيب راح نسوي زي كذا بعدين راح نروح ونخلي مسافة نص بلوكة نحط وحدة هنا خلي مسافة نص بلوكة نحط وحدة هنا نحط وحدة هنا هذي كلها راح تروح الى ورا المبنى راح تلف على المبنى كامل نسوي هذي اول فوق عشان اسهل بهذا الشكل بوم 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 يعني تقريبا الشكل راح يتطلع معي بهذا الشكل بس على المبنى كامل من ورا راح الفها على السريع وارجع لكم بشكل مر مرة سريع رجعت لكم لكن خلصت اكثر من خطوة ما خلصت بس هذي اضفت هنا من رات واضفت اللي هي على برواز على الباب هنا وعندكم المكان هذا بعد اضفت فيه شيء واضفت اللي هي الليفز واضفت طرود جيت عجبت اشياء من البيتين يعدلت عليه وبعد خلاص تقريبا الداخلية لسه مخلصة كامل انه لسه يبغالنا نسوي هنا مثل معرض او نحط جستات وراح تكون جستات فيها هذي اللي هي البانرات وهم ما عليهم الا يسوون كوبيبست ويدفعوا لي المبلغ فبشكل مرة بسيط راح ابدأ اشتغل على المكان هذا ابدأ اشتغل على البانرات اوكي وراح ارجع اوريكم البانرات تقريبا كلها اللي حطيتها والاشكال اللي حطيتها ووريكم بعد اللي هي خدمة الطلبية اوكي راح يطلب بجو واحد وراح يطلب بانر كوستم اذا قدرت ازوي راح اقول له اه تاكيور بانر اذا ما قدرت ازوي راح اتأسف منه وقول له اوه ما عليش ما قدرت تزوي البانر حقيق او صعب علي ما قدرت تزوي فهمتوا عليك؟ كذا تقريبا راح تكون الفكرة بس اعدل على المكان هذا عشان يطلع احلى بس غلط مو كذا يا عبادي بوم بوم يعني صراحة اعطى منظر شايفين كاف؟ مرة بالفكرة المهم خلينا ابدأ اعدل على المبنى اوكي او ابدأ اشتغل على البانرات في بيتي الون خرفعان اجيب احرف اجيب الاشيائي طبعا ايه نسد انه واحد شي كل الاشياء اللي راح يسويها باذن الله راح تلاقوا رابط تحت اوكي اه يشرح لكم الشي هذا يا انه صور يا انه فيديو شوفوا الارقام والاحرف راح تكون فيديو اما الاشياء الثانية ممكن راح احط لكم حساب انستجرام اه راح يفيدكم مرة كثير بتصميم اللي راح استخدمها انا ان شاء الله في البانرات هذه المهم راح ابدأ اشتغل الان وارجع لكم بعد شوي بعد ما اخلص تقريبا اه تسعين بالمية او مية بالمية من الشوب فانقول بسم الله نرجع لكم بعد شوي طيب رجعت لكم يا شباب اه خلصت المحل طبعا نرجع لكم يوم ثاني انه انا قاعدت اشتغل صراحة اه باني اكاثر الخرفان وقص منهم الصوف والون ومدري مشوار اوكي لكن رجعت لكم بعد ما خلص تصميم زي ما انتم شايفين اه خلصت تصميم المبنى اضفت بانرات خارجية كده عشان تعطي منظر للمبنى انه هذا المبنى حق بانرات اوكي ممكن انا اجيب اكثر بانرات احطها هنا لكن حاليا دول يكفوا تقريبا خلينا ندخل الداخل زي ما انتم شايفين هنا تدخل هنا عندك اللي هي اللوم الاداة هذه اللي تصنع فيها البانرات تمام اه عندك هنا اللي هي اه اماكن اللي فيها البانرات طبعا هنا سويت الحروف تمام من اي تزد تمام وهنا عندك اللي هي اه الاسهم تمام اه باقي عليه اللي اسويه اللي هو الارقام اوكي راح يسويه بعدين باذن الله اه هو الارقام تقليلا ما راح تستخدم مرة مرة كثير لكن راح اسويها انا ممكن احد يحتاج الارقام يعني فحاليا بس عندي الحروف عندنا اللي هي اه اللي هي الاسهم تمام تمام هنا قلت لك ايش هنا وان بانر ثري دامد وان بانر ثري دامد البانر الواحد هذ حبه دامد هذ حبه دامد وان سعرهم مرة مناسب انو صرح تشبب ترى مرة مرة مشوار انك تحرق خرفان ومدري ايش فاشوف سعر هذ حبه دامد على الواحد مرة مناسب يمديه يسويه لكوبي بيست في اي وقت محمد الى ايكم انو عندك فور منمر ضد طاق الفوق هنا مieder المدنرات الخاصة تم verstاعك لك ايوه الي انا صمم هياني تقريبا اه طيب هنا حطيت ما اقوم نأرت كتاب وال accents هذا هو البنرات الكوستوم هناك تتخدمة تصميم بنرات الخاصة طيب أول شي عندنا تصميم بنرات خاصة لمحلك أي محل مثلا محل القارديم مثلا بوشنات الأشياء هذي أقدر صمم لهم بنرات خاصة فيهم طيب أو تصميم بنر و شعار خاص فيك بنر أو شعار يكون خاص فيك مثلا خلنا أريكم مثال مثلا عندنا هذا البنر مثلا شوفوا كيف مثلك أنه طير ناري مثلا أو بتنين مثلا عندنا هنا ناس عندنا تاج عندنا هنا مثل يعني بنارات خاصة بنارات بنفس الوقت هي شعار خاص بشخص معين أو هو شعار خاص فيه فهمتوا عليه كيف حلو هذا ما راح يستخدمه غيره هو بس الوحيد راح يستخدمه فهمتوا عليه كيف حلو طيب هنا التكلفة تكلفة تصميم عشرة دامت أشوف سعر مرة مناسب شامل التصوير ووصل لك ياع البيت ايش تبي حسن من كذي يعني أصول لك التصميم ووصل لك ياع البيت طبعا هنا عندنا طريقة الطلب كتبت لهم إياها أنه تأخذ كتاب من هنا وتكتب فيه فكرتك وتحطه في هذا المكان هنا وضحت لهم تقريبا توضيح أكثر تصميم بنارات المهلات اللي عندك تقولي إيش هو اسم المحل فقط يعني قولي بس إيش تسمح له إن راح أصمم لك أما تصميم بنارات الخاصة يأصمم لك على ذوقية أنه إذا عندك فكرة تحاول تشرح ليها في الكتاب هذا وتقريبا كده محلنا خلص يا شباب صراحة أنا أكثر يا عشي عجبني صراحة البنارات هذي اللي برة وصراحة أكثرها عندك التاج هذا مرة رهيب عندك البلوكت الديرت مرة رهيبة عندك هنا بعد الكوالا مرة مرة رهيبة بعد وإني في أكثر من تصميم صراحة مرة مرة عجبين زي هذا بعد طيش هابي حين رجعت بيتي بهدي كده شوي وبقولكم استالفت النص ستاك دامد بلوكات اللي جاني كده لعبتنا وجاني فهمتوا علي كيف تذكرون ان الحلقة الماضية سوينا تحدي وهدية لعموري وازم تعارفين ضبطه في التحدي وفاز بستاك دامند بنفس اليوم سبيت جابنا في تحدي عنده سبيت مطرخ يعني فهمتوا عليك سبيت مطرخ يعني لكن تحدانا أنا وذياب وعموري وهو كان مالا في التحدي يعني تحدانا على نص ستاك بلوكات دامند تخيوا لي شاب نص ستاك بلوكات دامند يعني هذي فيها في حول استاكين دامند ما دري المهم انه فيها خير يعني فهمتوا علي كيف الموم وعني تغفون عبادي يعني في هاز بالدامند فستفصوا ستاك بلوكات دامند يعني خنقل راح منهم استاك العموري عادي بس انا اظل كده ربحان الحمد لله يالي فا يعني هذه قسالة فتا نص ستاك دامند رجعنا استاكب لوكات دامند اللي عندنا وزيادة فا يعني الحمد لله شباب اذا الحين رجعت سط مطروخ يعني لا حد يكلمني اظن وصلنا لهذه الحلقة شاب يعطيكم الف الف عافية نشوفكم ان شاء الله باللحقات الجاي كان معكم عبادي وفي امان الله